ازايك يا شباب اتفرجت على مسلسل 1899 ويا له من مسلسل ونهاية حرفيا صادمة تخليك تقول ايه اللي حصل وازاي ما شفتهاش طيب المسلسل بتدور فكرته حوالين كهف افلاطون الكتاب ده بيناقش نظرية معقدة نوعا ما افلاطون شايف ان النفس البشرية محبوسة جوا سجن كل اللي بتشوفه وبتسمعه وبتحسه مجرد ظلال متحركة للحقيقة مش ده الحقيقة الكاملة عقلنا باختصار مش قادر يحدد ايه هو الواقع ويفرعوا عن الخيال وعلى اساس النظرية دي اتبنى المسلسل طب ايه الواقع ويه الخيال في المسلسل ده احنا لازم ناخده كده من الاول عشان نفهم المسلسل فيه مجموعة من المهاجرين بيسفروا بسفينة متنقلة من اوروبا الامريكا سنة 1899 وكل واحد من المهاجرين دول هربان من حاجة على مدار المسلسل كله بنلاحظ شكل مثلث بيظهر في كل حتة في الجوابات المبعوطة للمهاجرين من الناس بيحبوهم في سجاد السفينة نفسها في البلاطة والمدخل السري للمحاكاة هتلاقيه في ودان كاسيان الزوجة الفرنسية على شكل حلق في قبعات طاقم السفينة كله على رداء البنت اليابانية اللي جاية مع امها في كل حتة حرفيا انت هتتخيل ان ده كله ليه لقب ممثلس بيرمودا المثلس الشيطاني اللي اختفى منه ناس كتير اوي وتكونت حواليه اساطير بس طبعا كل ده غلط كل ده ليه لقب مورا نفسها بطلت قصتنا دي مورا للأسف ارتكبت جريمة وحكمت على كل الموجودين بالهلاك وعشان نسيت اللي عملته ده زرعت في المحاكاة بتاعتها شكل المثلس ده عشان تقدر تهرب من المكان هفهمك بشكل اوضح كل اللي بيحصل في السفينة دي هو مجرد محاكاة جوه محاكاة جوه محاكاة الواقع انهم مش في سنة 1899 لا هم دلوقتي في سنة 2099 بعد 200 سنة في المستقبل وكل الركاب على متن سفينة فضائية اسمها البروميثيس نفس اسم السفينة اللي اختفت في احداث المسلسل السفينة الفضائية دي بتنتقل عبر النجوم لكوكب تاني في الفضاء وكل الركاب اللي فيها والطاقم محطوطين في سباة عميط بيعيشوا احلامهم والواقع اللي اختاروه عشان يقضوا الوقت بما فيهم مورا نفسها المسؤول عن السفينة دي اخوها شرير القصة دي وهو اللي مدخلهم محاكاة السفينة اللي في سنة 1899 او هو المسؤول عنها نوعا ما بس اخوها مش شرير ولا حاجة لو هتلاحز ان اول ما مورا صحيت في الحلقة الاخيرة فضلت تبص على الركاب ولقيت كابينة فضية ما فيهاش حد انا شايف ان اخوها كان في الكابينة دي وقدر يتحرر منها وان مورا للأسف مسؤول عن المحاكاة دي ولما اخوها تحرر حبسها في نفس المحاكاة اللي كان فيها عشان تدوق اللي هو داو الالم والمعاناة الغرب من المحاكاة انها تشغل عقلك وتديك واقع افتراضي مش حقيقي تعيش فيه واقع بيعكس ماضيك والمك والرغبات المدفونة جواك يعني محاكاة القبطان مثلا انه عايش في مزرعة وبيحصل حريق بيقتل مراته وبناته التلاتة هل دا حقيقي؟ لا مراته وبناته اصلا في المستقبل مش في الماضي بس غالبا في المستقبل فقدهم او ماتوا فمحاكاته بتعكس الماضي دا وبتخليه شوفهم ميتين كل شوية محاكات الزوج الفرنسي انه كان في حرب وبيخضر بصديقه وبيسرق هوية قائده دا برضو مش حقيقي هو غالبا في الواقع غضر بصديقه نوعا ما بشكل تاني وحوار سرقة هوية قائده دا دا احساسه من نفسه انه عايش حقيقة مش حقيقته محاكات البنت الحامل واخوتها وامها المجنونة وابوها الكاهن في الواقع هي تعرضت للتحرش فدا بيعكس حالتها في المحاكاة وغالبا دول اصلا لا ابوها ولا امها ولا اخوتها دول مجرد ركاب السفينة الاصلية السفينة الفضائية بس اتجمعوا كلهم في محاكاة واحدة وتم زرع الوهم انهم عائلة يعني باختصار كل واحد عايش في محاكاته الخاصة به مش قادر يشوف الواقع والسبب في كل دا مورا مورا دخلت ركاب السفينة الفضائية في محاكاة من اختيارها كل دا عشان تعيش مع ابنها اللي مات الواقع ان ابنها مات من سنين طويلة وكان كل شوية نشوف قبره ما كناش عارفين دا قبر مين حتى ابوه لما خباه خباه جوه القبر قبل ما ابنها يموت مورا وجزع حقانوه بمادة خليه حرفيا ينسى كل حاجة ونقل وعيه جوه المحاكاة دي عشان تعيش معاه اطول فترة ممكنة دي حتى مسحت ذكرياتها نفسها عن ابنها عشان تقتل احساسها بالزنب من اللي عملته فيه وتعيش معاه من غير ما حتى تعرف انه ابنها حبست نفسها هي وهو في المحاكاة للابد بس في حاجة غلب بتحصل وسط كل الناس اللي يعيني في المحاكاة بيحصل حاجتين اول حاجة اخه مورا بيستيقز وبيستعيد السيطرة على السفينة الفضائية تاني حاجة والاهم ابوها نفسه بيكتشف الحقيقة جوه المحاكاة وعايز يتحرر منها باي شكل بس مش عارف لان ابنته اللي معاها الكود اللي هتخليهم يقدروا يصحوا ونسيا هي حطت الكود ده فين اصلا فابوها بيكرر يعمل نفس اللي عملته مع ابنها بيدخلهم نوعا ما في محاكاة جديدة بيحط فيها وعي كل ركاب السفينة الفضائية لكنهم مهاجرين في سفينة 1899 وبيحط مورا وسطهم لغرض واحد بس ان من خلال الرحلة اللي هتخدها مورا فهو عنده امل انها هتفتكر مكان الكود ده فين وتصحيه هو وفريقه مورا فعلا بتخد الرحلة دي مع الركاب بتشوف سفينة بروميثياس المفقودة وبتبدأ تحل اللغز شوية بشوية ابوها في المحاكاة بتاعته بيرائب كل اللي بيحصل من بايد وحاطت وسطهم جاسوس اللي هو مساعد القبطان بيحافظ على الدنيا بس عشان مورا هي مخترعة المحاكاة الاصلية فسابت لنفسها ادلة في حال لو نسيت كل حاجة القلادة اللي فرقبتها فيها مفتاح الهرم اللي في ايد ابنها هو اللي هيخليهم يتحرروا وعشان الهرم اللي في ايد ابنها شكله مثلس فسرعت حرفيا شكل المثلس ده في كل حتة في السفينة عشان تفتكر ومع ذلك برضو رفضها تفتكر الحقيقة دي حتى قدت لابنها اداة ساعده في رحلته الحشرة اللي في ايده عبارة عن رمز او زي ما تقول كده وسيلة غش تخلي اللي بيمسكها قادر يفتح اي باب قدامه ويدخل اي محاكاة هو عايزها ودي نفس الحشرة اللي ابنها كان حابب يربيها قبل ما هي تقوله يطلق صراحة قبل ما يموت ابوها هيقلها كل الظروف حرفيا عشان تلاقي الكود ويقدر يهرب بس كل مرة عقلها بيرفض يسلم الكود ده كل مرة المحاكاة ببوس كل مرة مورا ببوز خطته من غير قصدها بتقرب اكتر من الحقيقة الركاب برضو بيقربوا اكتر للحقيقة هو مش عايز مورا تعرف انها في محاكاة اصلا هو عايزها تسلمه المفتاح بس عشان يقدر يهرب فكل مرة بتكتشف سر وجوده كان بيغلق المحاكاة وبيعمل اعادة بدء لها من جديد بيرسترها وبيعيشهم التجربة من الاول عشان كده هتلاقي في اخر الحلقة عشرات من السفن محطوطين في مكان مهجور كل السفن دي عبارة عن نفس المحاكاة اللي هم عايشينها اصلا بس تجارب فشلة وهنا بقى يا معلم بيدخل جزها وابنها ودي نظرية مجنونة نوعا ما هتلاحظوا ان اول ما مرة صحت من المحاكاة في السفينة الفضائية بصت على كل الركاب اللي حواليها مش هتلاقي وسطيهم جزها نهائي ممكن يكون في كابينة تانية او ممكن يكون وده اللي انا برجحه ميت ومعايا الدليل على ده اول حاجة لما ابوها اخيرا قدر ياخد منها الكود اللي هو المفتاح اللي في رقابتها والهارم الاسود بتاع ابنها كان مبسوط انه هيتحرر من المحاكاة دي واللي حواليه كانوا برضو مبسوطين لانهم كلهم هيتحرروا بس لما مرة استخدمت الكود الحقيقي وتحررت كان معاها جزها ساعتها ومع ذلك هي الوحدها اللي اتحررت جزها ما تحررش معاها فضل محبوس ده غير انه ما كانش موجود في السفينة وسط الركاب وده بيخليني اعتقد بنسبة كبيرة انه جزها ميت جزها من البداية كان موجود لسبب واحد بس انه يحررها هي زرعته في المحاكاة زيه زي ابنها وزي الحشرة وزي المفتاح وزي الهرم والمثلسات الكتير جدا كوسيلة امان لو نسيت كل حاجة عشان يساعتها تفتكر وتتحرر وهو من اول القصة تحس انه عنده هدف واحد بس انه يخليها تفتكر انه يحميها يكون جنبها لما اتكلم معها في قوضة نومهم وكانت ببص على صورها هي وهو وابنها قالت له انها مش فاكرة حاجة ومش بس مش فاكرة لا دي كمان مش حاسة بحاجة ابوها لما قبض عليها قال لها انتي اللي عملتي كل ده انتي الصانع كل ده بسببك انتي انا شايف ان في الواقع هي مش بس خسرت ابنها لا خسرت كمان جزها حزنها مخليها مش قادرة تستحمل الوحدة وقررت تعيش معهم في المحاكاة للابد بس هي ما كانتش ضمنة ان محدش هيسيطر على المحاكاة دي ويقلب حياتهم لجحيم فقررت تسيب ادلة او حاجات تفكرها بالحقيقة واكبر سلاح هو جزها جزها كان معا القدرة في انه يغير في المحاكاة يتلاعب بيها خلى السفينة بتاقتهم تختفي بالكامل حط فيروس في المحاكاة عشان يضمرها بكل اللي فيها عشان يمنع ابوها من انه يغلق المحاكاة دي ويعيد رسطرتها من جديد ده غير انه بدل الكود من المفتاح اللي في رقابتها والهرم الاسود لخاتم جوازهم والهرم اللي في اديها كل ده بهدف انقذها مش عشان هو بيحبها لأ عشان هي شايفة كده عقلها شايف جزها الفارس النبيل اللي هينقذها الراجل اللي بيحبها من قلبه فده في الحقيقة مش جزها ده انعكاس لنظرتها الجزها وجزها الحقيقي ميت ده التفسير الوحيد لللي حصل وانه ما تحررش معاها في بداية كل حلقة بنشوف واحد من الشخصيات الرئيسية بيشوف حلم او ماضي بيشوف محاكاته اللي اتخذ منها قبل ما يتحط في السفينة دي بعدها بيسمع صوت اصحى وبيفوق من الحلم اللي شافه كل واحد في الركاب عقله رافض الواقع اللي هو فيه كل واحد فيهم عايز يهرب من ماضي بس زي ما ابوها قال حتى لو عقلك نسي فجسمك هيفضل فاكر اللي حصل لان الذكرى دي مزروعة جوى عقلنا البطن فكلهم حتى وهم فقدين الزاكرة ومزروعة فيهم ذكريات مزيفة عشان كل واحد فيهم يلعب دور في القصة برضو لسه بيفتكروا ماضيهم بيفتكروا الالم من خلال تجارب قريبة حصلت في واقعهم تخيل انك عايش في القرن الواحد وعشرين كده شفت ابنك بيتكابل وتلفزيون بيقع عليه وبيقتله بعدها خدتك وعيشتك في محاكاء في القرن الثمنتاشر من متين سنة ومسحت ذاكرتك بالكامل عقلك لغاية دلوقتي فاكر انه عايش في الزمن ده والزمن ده ما كانش فيه تلفزيون اصلا بس ماضيك وقلم موت ابنك محفور في عقلك الباطن فبدل ما بتفكر انه مات عن طريق التلفزيون وقع عليه بتشوفه مات بطريقة تانية زي خشبة كبيرة مثلا وقعت عليه عشان تناسب العصر اللي انت فيه ده اللي بيحصل لركاب السفينة بس بشكل عقلهم يستوابوا في العصر بتاعهم تعالي نتكلم عن اخه مورا شوية جوه المحاكاء بنعرف من مورا انها على متن سفينة كابريوس دي بسبب رسالة جت لها من اخوها قبل ما يختفي الرسالة اخوها بيقول لها ان ابوهم ناوي على شر وبعدها بيختفي بالكامل على سفينة بروميثياث هي بتطلع وراه في سفينة كابريوس عشان تلاقيه طول الوقت ده احنا شايفين اخو مورا مجرد شخصية ثانوية موجود عشان يدي للبطل هدف مكنناش شايفينه خالص شرير للقصة دي اعتقد ان مورا لما اخترعت المحاكاة الرئيسية حطت فيها ابوها واخوها وباقي الركاب عشان يلعبوا دور في القصة بتاعتها وتصنع على مزيف ليها والجزها والابنها بس اخوها قدر يتحرر من المحاكاة دي هو اول واحد يتحرر منها وقرر ينتقم منها هي وابوها ويعيشهم في جحيم ابدي طب ليه بيعمل كده مورا قالت للقبطان في الحلقة السادسة ان اخوها مختلف عنها هي وابوها اخوها عاطفي مش عايز يدرس عقل البشر ولا مهتم بالعلم زيهم مورا حرفيا حرمته من حياته عيشته في الوهم وقرر ينتقم منها بسبب ده وده خلا يغير اكواد المحاكاة ويتلاعب بيها عشان يفضلوا كلهم في حلقة مفرغة كل شوية تتعد وعذابهم يستمر للابد عشان كده كان سايب لمورا ورقة لما صحيت مكتوب فيها اشربي اهوة فواك بدل ما الواقع هو اللي يفواك ودي نفس الجملة اللي حرفية موجودة في كل الكتب في السفينة جملة ساخرة بيتريق فيها عليها انه هزمها في نفس لعبتها وسبق مخصوص في السفينة عشان يعرفها انه هو المسؤول عن كل ده هو اللي عمل كده الموضوع بالنسبة له شخصي ودي طريقته في الانتقام طب اقول لك على حاجة قلعا بقى يا معلم انا متأكد مليون في المية انه لما مورا صحيت ولايت نفسها في سفينة فضائية المكان اللي هم فيه برضو محاكاة من صنع اخوها وهذبت لك ده اول حاجة اسسنا ان انت تقدر تعمل كذا محاكاة في نفس الوقت تقدر تبني محاكاة جوه محاكاة زي ما ابوها عمل كده ودخلهم في محاكاة السفينة وكان بيرقبهم ده غير المحاكيات الكتير اللي كانت مورا والقبطان بيزوروها تاني حاجة عرفناها ان في بداية كل حلقة حرفيا بنشوف واحد من الركاب بيحلم بمحاكاته والكاميرا بتقرب عليه مرة واحدة وبيصحى وده اللي حصل في اخر مشهد في المسلسل الكاميرا قربت مرة واحدة على وش مورا وتقفل المسلسل على كده تالت حاجة واهم حاجة هتلاحظ في اخر ثانية والكاميرا بتقرب على وشها بنلاقي على عنيها شكل مثلس وده معناها ان مورا لسه في محاكاة وزرأت المسلس ده عشان تتحرر طب ايه الواقع الحقيقي معرفش هل هم فعلا في سنة 2099 زي ما اخوها بيقول وهيمين في الفضاء برضو معرفش كل ده مجرد وهم كل ده محاكاة من صنع اخوها او ممكن يكون الموضوع اكبر حتى من اخوها اكبر من الانتقام وممكن يكون مثلا جنس من الفضائيين بيعمل كده عشان يخلوا البشر في حالة من الثبات عايشين في احلامهم للابد هل كل ده ممكن يكون من صنع زكاء اصطناعي هيما على العالم وخليها تعيش في المحاكاة دي للابد برضو معرفش كل حاجة ممكنة كل اللي قلته ممكن يكون صح او غلط بس اللي متأكد منه ان مورة قدرت تقسر المصفوفة قدرت تقسر الوهم ده وانها هتوصل للحقيقة واتمنى الحقيقة تكون بعظمة نهاية الموسم الاول كده بس كده اخوانا المسلسل حلو بكل ما تحمله الكلمة من معنى اللي عمل المسلسل ده على فكرة هم الناس اللي عملوا مسلسل دارك وبصراحة ده بالنسبة لي احسن من دارك السبب واحد بس على رغم ان دارك اعظمة وحرفيا يتدرس في طريقة كتابة الشخصيات حرفيا طول الوقت لازق قانيك في الشاشة عشان لو فوتت تفصيلة او مشهد المسلسل كله هيقع بس ما نجدبش على بعض المسلسل موقق جدا ومش بقول ده كعيب بقوله كميزة انا بحب الحاجات المعقدة بس لازم اكون فضيله بالكامل ومهيق نفسي ليه عشان استمتع بيه لو قاعد بتفرج بدون اهتمام مش هستمتع بيه قوي وهحس بملل المسلسل ده اقل تعقيد من دارك يسحلك بس ما يصدعكش يديك نهاية عبقرية ما كنتش هتتوقعها ابدا بس ما يقفلكش منه او تجيب وراء وقلم عشان تكتب وراء وما فيش حاجة طوع منك اللغز كان صعب والحبكة كانت ملتوية اتعملت بأحسن ما يكون انا عن نفسي انبهرت من كم التفاصيل والرموز والادلة اللي سابوها لنا ومع ذلك ما قدرتش نهاية خمن الحقيقة مرة اقول مثلس بالمودة ومرة اقول ده الاشباح ومرة تانية اقول سفر عبر الزمن زي دارك كده بس محاكاة دي ما جاتش في دماغي خالص التمثيل عظمة من كل طاقم العمل محدش اثر في الدور بتاعه والاخراك تحفى يا اخوانا زوايا الكاميرا والكادرات كانت بتضيف على الغموض اكتر وبتعيشك الجو الموسيقى اللي كانت بتتحط في اخر كل حلقة كانت بتسيبك حرفية متشوق تخش في الحلقة التانية على طول من غير ما تقفل والالوان الدارك المظلمة دي بتليق جدا على جو المسلسل ده تقييمي لمسلسل هو تسعة من عشرة اتفرجوا عليهم ما تخافوش مش موقع جدا زي دارك وهيعجبكم قوي بس كده يا اخوانا خلصت حلقتنا على كده ولو عجبتك ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساق جدا وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة وتعمل فروع على الانستا هتلاقي اللينك في وصف الفيديو وفعلي جرس التنبيهات لو حبيت الحلقة وحبي بالمحتوى وبيس